اشتركوا في القناة واذا ما عجبك المحتوى حد دسلايك وما تتابعني بس الاهم انه ياريت بس انك تقدر التعب اللي انا بتعبه اذا كنت بستاهل ما تغصر معي باي شيء طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين خمسة عشر اثنين خمسة عشر شباط القمر اليوم مستقر تماما في برج الحمل هو في منزلة الشرطين اغلب اليوم وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة طبعا لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني مساء بمعنى اخر الساعة ستة وتسعة وخمسين يعني الساعة سبعة مساء بتوقيت الاردن من يوم الاحد من يوم الاثنين عفوا لا ينتقل بعدها القمر في ساعة المساء لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر زي ما حكينا اليوم ما اكمله رح يكون القمر موجود بالحمل وتأثيره رح يكون على كافة الابراج بالفترة هاي انه بهاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحضر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوف فيها من نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك ومرضو هو جيد لقصة الشعر او اقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا اليوم تقريبا ثلاث زوايا فلكية اول زاوية هي راح تكون زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة اربعة وتسعة واربعين دقيقة مساءا ونشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة مساءا طبعا كل الاوقات بتوقيت جرينيتش بنزيد ساعتين اذا احنا من الاردن منهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بما ان القمر راح يكون موجود في الحمل فخلو المسار القادم راح يكون يوم الاربعة سبعة عشر اثنين راح يبدأ خلو المسار في تمام الساعة اتناعش وستعشر دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعديها القمر لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد بلش يوضح تماما كرؤية في السماء اليوم اربع ايام في تمام الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح خمس ايام نسبة الاضاءة بتصير ثمنتعش في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحمل حتى يوم سبعتعش اثنين سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الدلو بيتراجح حتى يوم واحد وعشرين اثنين منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين اليوم المزاج للزهرة صار سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثورة حتى يوم أربع ثلاثة هو منتحس بطبعه ولكنه بدون درجات يعني لا هو منتحس زيادة وله ايجابي زيادة المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقاتكم بأنفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة بتسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر أن الفرصة هي التي تجل عندك أو حاول أنك تذهب أنت بحث عنها وما تضيع الوقت الفترة هي بداية جيدة وخصوصا مع سعادة القمر والزوايا الإيجابية لرح يشكلها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت متقلبة على المستوى المالي في منكم قسمك قليل جدا من موليد برج الحمل ممكن يحصلوا على بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو الأرباح أو يهتموا ببعض المشتريات أو بعض الأمور المالية أهم شيء تقللوا من الدفعات قدر الإمكان لأنه ممكن تيجي مصريف بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بما أن القمر موجود في برج الحمل فهو برج هوائي داعم لألكم بشكل كبير فبيعزز من قدرتكم على الاتصالات والتواصل وقدرة الإقناع سرعة البديهة عندكم ولكن وجود القمر في الحمل بخليكم عصبيين شوي أو حدين في طبعكم حاولوا أنكم تضبطوا عصابكم وقدر الإمكان اليوم رح تهتموا بمسائل إلها علاقة بالتليفونات أو بالسيارات أو بتعامل ما بينكم وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فبما أنه تربيع مع القمر فعشان هيك الأجواء بتكون ضاغطة بحدث ما أو بخبر أو إنشغلات عائلية أو منزلية فممكن أنه يكون في بعض الاهتمامات لتصليحات أو ترميمات أو مشتريات أو شأن عائلي بحاجة لاهتمامك بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء جيدة ودعملة لك بشكل قوي جدا علشان هيك اليوم الأجواء العاطفية بأوجها فممكن اليوم يكون لكم تواصل مع الأحبة أو مع أحد الأبناء أو يكون لكم نوع من أنواع الاهتمام بمجال فني أو أدبي أما بالنسبة للبيت السادس حاولوا أنكم تهتموا بأعمالكم ما تهملوا فيها نهائيا وخلوا علاقتكم جيدة ما بينكم وبين زملائكم بالعمل ممكن يبادر أحد الزملاء لمساعدتكم في أمر ما ولكن لا تهملوا أعمالكم وانتبهوا لصحتكم بشكل يعني مش لكل موليد برج الحمل قسم قليل من برج الحمل بيكون الوضع الصحي بحاجة لرعاية عندهم أهم شيء أنه صحتكم أو صحت أحد المقربين لإلكم أما بالنسبة للبيت السابع فهو مقابلكم تماما ورغم أن الأجواء إيجابية بما أن الزهرة في البيت الخامس دعم لإلكم اليوم بشكل قوي فمنجد أنه على مستوى بيت الشراك الأجواء جيدة وجيدة حتى للمصالحات أو للحوارات أو للتراجع عن قرار سابق ما بينكم وبين شركائكم في العمل أو ما بينكم وبين زوجاتكم أو أزواجكم إلا أهم أن الفترة هاي جيدة للتواصل والمصالحة بس أهم شيء أنه اللي عنده قضية قضائية أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية يهتم بكل حيثياتها وما يهمل أوراقه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على بعض الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة كتوفعات مثلا أو قروض أو ديون أو أموال بتعود لك بتحاول أنك تتحقق بعض المكاسب فيها أو ناقش مشروع معين بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة ودعم لإلك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل أكاديمية أو تعليمية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يقدم بشكل جيد والحظ رح يدعمه بشكل ممتاز في منك ورح يهتم بمسائل إلها علاقة بالسفر أو حتى بأمور تتعلق بأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة برضو جيدة في منك ورحي يعني يصير فيه إشي له عبارة عن تكريم أو مكافأة أو إنجاز أو مساعدة ما بينه وبين رؤساءه في مدان العمل يساعدوه في مسألة معينة لبتقدروا تعززوا ودافوا عن سمعتكم بشكل جيد بالنسبة لبيتك 11 الأجواء تدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وفي منك رح يبدأ بعلاقة غرامية أو يوطد علاقة مع الجنس الآخر من خلال مناسبة اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو الأجواء جيدة ودعملة إليك فعشان هيك ما فيه أي خوف أو مخاطر عليك بالعكس أهم شيء أنك أنت تراقب بس التغذية والأمور اللي إلها علاقة بالرقابة الصحية وممكن تهتم بعيادة بعض المرضى أو أشخاص بعزوا عليك برج الثور طبعا على المستوى النفسي لأجواء متقلبة فعشان هيك بتشعر أن الجو ضغط عليك شوي حاول أنك تأقلم مع الوضع وما ترضخ للتقلبات اللي بتصير لأن القمر موجود في بيت المتاعب عندكم رغم أنه في بعض الزوايا الإيجابية اللي بتخفف من ضغوطات وجود القمر في بيت المتاعب حاول قدر الإمكان أنك ما ترهق حالك وراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات ممكن الفترة هاي يبوء بعض الأمور مثلا بالفشل أو التأخير أو التعطيل عادي يصبر يومين لغاية ما القمر يوصل لعندك الأجواء بتصير إيجابية وبتعوض كل المخاسر أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يصير في نقاش أو حوار على المستوى المالي وممكن تحصل بعض المكاسب أو بعض الدعم أهم إشي أنك تهتم لأموالك من السرقة أو الضياع أو فقدان بعض الحاجيات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات رغم أن المزاج عندك عصبي شوي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب فعشان هيك الضبط الأعصاب مطلوب بالنسبة لإلك صحيح أنه ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو شأن العلاقة بالمناقشة ضبط الأعصاب وضبط اللسان مطلوبات حافظ على نشاطك وحيويتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة جدا بالعكس ممكن يكون في حض داعم لإلك أو حليف لإلك أو تعزز نقاط قوة لها علاقة بالبيت وممكن تهتم ببعض التصليحات أو المشتريات البيتية بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا ممكن تحمل لك سوء تفاهم أو فتور بالعلاقة العاطفية أو العلاقات العاطفية يشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وإحذر من أي سوء تفاهم يصير بينك وبين أحد الأبناء أو ما بينك وبين أحد الأحبة بالنسبة للبيت السادس على المستوى الأمور العمل الأجواء جيدة فاليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بدك تهتم ببعض الشؤون الصحية لأنه ممكن تشعر ببعض التعب أو الإرهاق خلال هذا اليوم أو يعني شوي هيك صحتك بحاجة للرقابة بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة تقريبا على مستوى الشراكة رغم أنه في ضغط أو سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين الشريك إلا أنه الحظ بيدعمك في بعض المسائل وبعزز نقاط قوة بالتواصل ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنجح إما بأمر بتعلق في أمور المال أو أنك تحصل بعض المكاسب أو تفاوض وتناقش في مشروع معين تجهيز للأيام القادمة ولكن إذا بدك توقع على معاملة أو على أوراق حاول أنك تراجعها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى السفر والاتصالات الخارجية وتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى على مستوى الأوراق والمعاملات أهم شيء أنك تركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان اليوم صحيح أن الأجواء ما بتخوف ولكن حاول أنك ما تعتمد كثير على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى يعني جيدة على مستوى أمور السمعة فاليوم ممكن تحصل على تكريم أو ثناء أو شكر على إنجاز أمر معين أو دعم أحد الشخصيات المسؤولة يدعمك في مسألة معينة أو يساعدك بإنجاز معاملة معينة بالنسبة لبيتك 11 الأجواء برضو جيدة وبتعزز نقاط إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تساعد بلقاء الأصدقاء ممكن تتلقى اتصال من صديق غير متوقع أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بما أن القمر موجود في بيت المتاعب فبيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ الوتيرة وتتأخر النتائج والبطائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر لك هاي الفترة خلافات أو التباسات طباعك متقلب ومزاجك متعكر أهمش أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزة طبعا اليوم عندك نشاط عالي جدا ورغبة للتواصل والاتصالات وخصوصا مع أشخاص ممكن أنه أصدقاء يكونوا أو مناسبة أو اجتماع تقريبا اليوم رح تحقق بعض المكاسب الإيجابية أو ممكن تحصل على دعم من بعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا على المستوى المالي بس منقول لك أنه ما تتندفع وما تتهور على المستوى المالي اضبط ميزانيتك ما في داعي للمصاريف لزيادة حاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعي ملائلك على مستوى الاتصالات والمواصلات وقدرتك على الإقناع عندك سرعة بديهة عالية جدا واليوم ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران أو تهتم بمسائل إلها علاقة إما بالاتصالات أو بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالبيت في أمور ضاغطة أو بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات ممكن تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة أو ممكن يصير ظروف عندك يعني شوي هيك تخليك تحتد على بعض الأمور ممكن عطل منزلي أو بعض الانشغالات العائلية تكون هي سبب اهتمامك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيد جدا والدعم لإلك بقوة فعشان هيك حاول أنك تعزز علاقتك بالحبيب فالفترة هاي غير مناسبة للخلافات أو الجدالات فقط حاول أنك أنت تتخذ الطريقة الوسط يعني بدون لا تشد كثير ولا ترخي كثير حاول أنك أنت تمتص غضب الحبيب وممكن يكون لك اهتمام في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتركز على العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وتجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال ممكن اليوم تنشغل بمعامله ولكن تجد صعوبة في إتمامها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتركز على بيت الشراكة فممكن اليوم يصير فيه تواصل جيد ما بينك وبين الشريك ممكن تعزز العلاقة ما بينكم أو تدافع عن الشريك بمسألة معينة أو تكون أنت عبارة عن شخص مسالم بتحاول أنك تصلح أشياء لها علاقة فيك أو بالزوج أو بالزوجة ولكن أهم إشي أنك ما تتمسك بقرار وممكن أن القرار يكون ضدك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأمور لها علاقة بالأموال المشتركة زي أمور قرض أو معاملة أو حتى مشروع معين حاول أنك تعزز النقاط بقوة وتناقش وتفاوض أي ورقة درسها راجع أهل الإختصاص فيها بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة ودعملة لك على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالدراسة أو دورة معينة أو تعليم ولكن الأهم ضبط الأعصاب أثناء التعامل مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة اليوم ممكن تعزز نقاط قوة إلك على مستوى العمل أو تقدم العمل وتجد داعم لإلك أو ممكن تحقق بعض المكاسب اللي ما كنت تتوقعها أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن شارك في حفل أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقدك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء أما بالنسبة لبيت المتاعب عندك فنجد أنه متقلب احذر من بعض المفاجآت اللي ممكن تصير خصوصا على المستوى الصحي على المستوى التغذي راقب غذائك وراقب صحتك بشكل جيد وما تهمل أي عارض ممكن يجي بشكل مفاجئ ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا اليوم عندك انشغالات كثيرة وترتيب لأمور معينة إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة ببعض الأشياء اللي معني بتكون دافع لإلك خصوصا علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تحتاج أمور داعم لإلك في هاي المجالات بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمال أو تحصل بعض الدعم المالي فعشان هيك الأجواء جيدة على المستوى المالي اليوم حاول تستغلها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا شوي وانت مشتت فكريا ما عندك تركيز كامل في بعض الأوقات ممكن تكون عصبي أو حد الطباع حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وحاول أنك تناقش بهدوء ما في داعي للعصبية وبرضو في نفس اللحظة ممكن أنك تتهور أثناء قيادتك لسيارة فبدك تحذر انتبه أثناء القيادة وأثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا رح تجد حليف داعم لإلك من أفراد العائلة أو رح تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أو ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الترتيبات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ممكن تحمل لك إما قلق أو ارتباك في مسألة إلها علاقة فيك وفي أحد الأحبة ممكن شوي تنزعج من تصرف الحبيب وممكن توجه انتقاد أو لوم للحبيب لتقصيره أو لا تخلف عن مسألة معينة أو لأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل الجيدة وبتدعمك بقوة فاليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو في لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور الشراكة ممكن أنها تدعمك وتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج وممكن تتخذ قرار مشترك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى مسائل لها علاقة بالقروض والأموال المشتركة وأوراق الها علاقة إما بضريبة أو تأمين أو بعض الأموال ولكن بدك تنتبه على صحتك أو صحة أحد المقربين لا لكم ممكن تكون في بعض المصاريف العلاجية أو الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتعليم أو الجامعة ممكن تقدم امتحان أو تناقش أو تراسل أشخاص خارج البلاد أو يصير فيه تواصل أو ممكن يكون فيه دعم من شخصية أجنبية أو من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باتباد جدارته للمسؤولين وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم بشأنك تبرر كلامك وحاول أنك توضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكونوا ظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات ولا تكون مهمل ولا تترك انطماع سيء عنك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تحمل إما لقاء يعني بشكل مفاجئ أو اتصال مفاجئ من أحد الأصدقاء وممكن تحمل لك لقاء أو حتى حوار ما بينك وبين بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم في منك ورح ينشط اجتماعيا ببعض المسائل أو يبدأ مسألة أو دعم من خلال وظيفة اجتماعية أو مناسبة اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فنقول لك هنا بدك تدير بالك من بعض المتاعب اللي ممكن تيجي على الصحة أو صحة أحد الأحبة فما تهملوا تغذيتكم وما تهملوا صحتكم برج الأسد طبعا اليوم الأجواء جيدة جدا ودعمل لكم بقوة اليوم تجد في عندك حيوية وطاقة عالية جدا من خلالها ممكن تعوض كثير من الأشياء اللي فاتتك أو اللي راحت عليك في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالمال فممكن يعني يكون فيه بعض المكاسب المالية اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن الأهم إنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على الإقناع عند قدرة علي جدا للإقناع وممكن تهتم أو تكون نرشط في أمور إلها علاقة بالتنقلات أو الاتصالات ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو الترتيبات أو شؤون العائلية أو المنزلية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتقدروا تعززوا علاقتكم بالأحبة خلال هذا اليوم وممكن تهتموا بالحبيب أو لقاء الحبيب أو تهتموا بمسائل إلها علاقة بأحد الأبناء أو حتى نشاطات فكرية أو فنية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية والفترة جيدة للتقديم لطلباتها لعمل أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الشراكة اليوم في تواصل جيد ما بينك وبين الشريك وهذه تعمل تقارب جيد ما بينكم إما بتحمل مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق ولكن احذر من العصبية والحدية عشان ما تفاقم الأمور استغل الأمور الإيجابية عشان تكون لصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على المستوى المالي أو الأموال المشتركة فممكن اليوم أنك تقدم لقرض أو مساعدة أو يجيك دعم مالي خصوصا من أشخاص يدعمك في مسألة معينة الأهم أنك ما تبالغ بمصاريفك وما توقع على أوراق بدون مراجعتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم بتنشطه في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة واليوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث موضوع جديد ولاختبار تجارب مختلفة اليوم تشعر بالاعتزاز والفخر أهمش أنك ما تستسلم وما تردخل شروط ما بتناسبك ممكن تناقش بمنطق إن ركزت بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم ممكن يكون لك بعض التواصلات أو التواصل مع شخصية مهمة تدعمك بشكل قوي جدا أو ممكن تهتم بمجال عملك الفترة جيدة لتقديم طلبات العمل ولكن احذر أنك تتخلف عن عملك أو تختلف مشكلة ما بينك وبين المسؤولين أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية فاليوم ممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين بعض الأشخاص أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اتصال من أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تدير بالك على بعض التقلبات اللي ممكن تيجي على مستوى الصحي فلا تهمل تغذيتك ولا تهمل علاجاتك وحتى لو شعرت بأشياء غير اعتيادية راجع طبيبك وممكن تكون مجال الصحة مش إلك ممكن لأحد الأحبة برج العذرة طبعا القمر بما أنه تحرك من مقابلك تماما صار في البيت الثامن فبيخفف الضغط عنك شوي ولكن أنه بيضل الأجواء ما زالت يعني ممكن تشتكي من بعض الإرهاق أو بعض التعب أو اهتمام بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي جيدة جدا فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب أو تهتم ببعض الأمور المالية وممكن تقدم مساعدة لأحد الأشخاص أو أنت يجيك نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى النقاش والحوار يعني الأمور بتطلب نوع من أنواع التركيز عندك بتجد أنه ما زالت الأمور مشتتة مش قادر تركز بشكل جيد أنت بحاجة للهدوء حاول ما تندفع وما تتهور أثناء القيادة وبرضو أثناء الامتحانات ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيد ودعمي لإلك بقوة وممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو ترتب بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت ممكن تهتم بتصليحات وترميمات أو بشأن عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتحمل لك بعض الأمور الجيدة على المستوى العاطفي وتقارب جيد ما بينك وبين الحبيب ممكن تهتم بأحد الأبناء أو تهتم بمسألة عاطفية أو تجميلية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا متقلبة على مستوى العمل رغم أنه فيها بعض الإيجابيات من الزهرة فممكن تحصل على عمل جديد أو تقدم طلبات لعمل أو تحصل نوع من أنواع الدعم بمكان عملك أهم إش أنك تراقب أمورك الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بما أن القمر تحرك من مقابلك اليوم طاقتك أعلى من الأيام الماضية فممكن تعزز الأمور ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أو تعزز أمور إلها علاقة بالوضع العائلي الأجواء جيدة للمصالحة حول التواصل وللتودد ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم الأمور ممكن تضل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض بتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولا آراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن بعض موليد العذراء يهتموا بمسائل إلها علاقة بالسفر أو بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكوا رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الأمور الأكاديمية اللي عنده امتحان واللي عنده مقابلة اليوم خوفا من المفاجآت حاولوا أنكوا تركزوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا منشوف الأمور إلها علاقة ببيت السمعة فعشان هيك منقول لك حاول أنك أنت ما تترك عملك ناقص ومهمل وما تدخل بأي نقاشات أو حوارات حدي ما بينك وبين رؤسائك بالعمل وحاول أنك ما تخالف القوانين وما تجازف بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت العلاقات الاجتماعية فأنا شايف الأجواء جيدة شيئا ما فممكن يعني يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء ولكن حاول قدر الإمكان بدون انتقادات وبدون كلام جارح أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو تراكم بعض الأعمال عندك حاول أنك ما ترهق حالك كثير وبرضو انت به الموضوع بتعلق بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا بما أن القمر صار مقابلكم تماما في الحمل فعشان هيك بتشعروا طاقتكم شوي ضعيفة ممكن تكون متردد أو تشعر بنوع من أنواع الوسواس أو القلق من مسألة معينة إيش حنحلكوا بطاقة إيجابية وما تستسلموا للأفكار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى الأمور المالية اليوم عندك رغبة لصرف الفلوس بشكل كبير وبرضو في نفس اللحظة ممكن تفقدوا بعض مقتنياتكم فعشان هيك بتكونوا منتبهين وحذرين لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وحتى مستوى التعامل ما بينكوا بين الإخوة وبين الجيران اللي عنده امتحانة ومقابلة اليوم رح يقدم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا بلشت تستقر بلش في أمور جيدة يعني ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو تزعل من مسألة معينة ولكن إجمالا عندك قدرة للمصالحة ولترتيب الأمور العائلية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس اليوم الأجواء العاطفية أعلى من المستوى العادي فيمكنكم اليوم تعزيز العلاقة مع أحبتكم أو مع أبنائكم أو إنكم تنبسطوا في أمر إلو علاقة في المجال الفني أو المسائل الفنية أو حتى التجميلية الأجواء جيدة جدا للحب وحتى للخروج وتغيير الجو أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل فترها هي مناسبة للتقديم طلبات عمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة والمناقشة أو حوارة إلو علاقة بالعمل ولكن أهم إشي أنكم تراقبوا ووضعكم الصحي لأن القمر صار موجود في البيت السابع مقابلكم فعشان هيكي منقولكم عن البيت السابع أنه يعني ممكن ترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ممكن تكثر الواجبات وتتزامن يعني صير أكثر من عمل مع بعض ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي لأن طاقتك ضعيفة ما في خوف كثير يعني مش كل موليد الميزان رح يشعروا بهذا الشيء ولكن إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك عليك اتباع الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل وأهم إش أنك ما تتصلق بقراراتك وبرأيك أما بالنسبة للبيت الثامن فمنجد أن بعض الأشخاص من موليد برج الميزان ممكن يهتموا بالأموال المشتركة زي ترتيب وضع مالي معين أو حل وضع مالي معين ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بقرض أو دين أو حتى أمور بنكية أو ضريبة أو تأمين أو أوراق قانونية في منكم رح يهتم ببعض المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة ودعم لإلكم على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد حتى جيدة على مستوى الامتحانات والدراسة وأخذ الدورات الأجواء جيدة ودعم لإلكم بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قولكم ديروا بالك على سمعتكم فما تجازفوا ما تغامروا ما تشوهوا سمعتكم ما تتخلفوا عن دوامكم وما تدخلوا بمواجهات مع رؤساتكم أو مسؤولين عنكم في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ومنكم رح يحصل على دعم معين من خلال مناسبة اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فزي ما حكينا بتكونوا ديروا بالكم على أموركم الصحية وعلى تغذيتكم وعلى راحتكم ما ترهق حالك كثير واتجنبوا دخول أماكن مشبوهة أو أماكن محتدمة خوفا من المفاجآت برج العقرب طبعا اليوم الأجواء بما أن القمر صار داخل على البيت السادس ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو واجبات أو التزامات الأجواء تقريبا يعني متقلبة شيئا ما حاول أنك أنت تضبط عصابك ما في داعي للعصبية ولا لا إصدار قرارات ممكن تكون متسرعة فعشان هيك راجح حالك أكثر من مرة قبل اتخاذ أي قرار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية أو تهتموا ببعض الشؤون المالية خلال هذا اليوم وفي منك راح يهتم ببعض الدفعات أو تزديد التزامات عليه أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتفتح مجالات للتنقلات والاتصالات وتغيير الجو ممكن تخرجوا في نزهة قصيرة أو ممكن أنك تتعرف على بعض الأشخاص من خلال اتصالاتك أهم شي تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وحاول أنك ما تنفعله ما تعصب بشكل كبير اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت ممكن تحققوا بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالعقارات أو بالمنزل أو ترتيبات منزلية أو تهتم ببعض المشتريات أو الترتيبات لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على مستوى الأبناء أو على مستوى الأحبة ممكن اليوم تعزز علاقتك بالأحبة بشكل كبير ولكن أهم شي إنك ما تفرض رأيك وما تتدخل بشؤون الحبيب أو تكون جارح بالكلام وبالانتقادات الأجواء جيدة شيئا ما ما تبالغ بنزواتك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جد والغذاء ونخذوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذه ما بيعني أنه المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من مشاكل صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تقريبا متقلبة تحمل بعض المشاحنات أو بعض الظروف الطارئة أو بعض ردات الفعل السلبية أثناء تعاملكم مع شركاء المال أو العاطفة عشان هيك مقول ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي لأنك تفاقم المشكلة أو تكبر الخلاف ما بينك وبين شريكك بالمال أو العاطفة أو ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة بتفتح لك مجالات لأمور إلها علاقة بالقروض وإلها علاقة في البنوك بالمؤسسات المهلية فممكن تحصل بعض الدعم المالي ولكن في منك راح يهتم ببعض المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر عشان هيك من قول لك ركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة لا تعتمد على الحضوط نهائيا أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة ودعمة لايلك بقوة فعشان هيك الفرصة مناسبة للتقديم على عمل أو إنجاز بعض الأمور المهمة بالفترة هاي أهم إيشي إنك تركز على سمعتك قدر الإمكان ما تحاول إنك تدخل بشؤون غيرك ومرضو ما تشوه سمعتك بأي تصرف أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء وهنا بتركز على أمور الأصدقاء فممكن تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو المعارف إشحن حالك بطاقة إيجابية اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق أو اتصال قد من صديق قديم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة ودعملة إليك بقوة فعشان هيك اليوم تقدر أنك تراقب الأمور الصحية عندك بشكل جيد وحتى أنك تقدر تهتم بمسائل إلها علاقة بالتغذية أو إلها علاقة ببرنامج غذائي أو حتى بأدوية معينة برج القوس طبعا اليوم الأجواء جيدة جدا ودعم لائلكم على كل المستويات على مستوى الحضوض وعلى مستوى العاطفي على مستوى الأمور المالية تقريبا اليوم في دعم لائلكم قوي جدا حاولوا أنكم تستغلوه بشكل إيجابي بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالية اليوم ممكن تحققوا بعض المكاسب المالية اللي بتيجيكم من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنكم تقللوا من مصاريفكم وما تبالغوا بمشترياتكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة اليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية وقدرة على التواصل والاتصالات وحتى على مستوى الإقناع اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يقدم بشكل جيد ولكن ما تبالغوا أنه ما تكونوا دارسين ومستعدين ممكن اليوم يكون لك تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع برضو الأجواء جيدة على مستوى البيت صحيح أنه بتحمل بعض التقلبات ولكن عندك قدرة على أنك تراقب وضع البيت بشكل جيد أو المستوى العائلي ممكن تهتم ببعض المشتريات أو بعض التصليحات والترميمات وممكن تهتم بشأن عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوي وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا جيدة جدا الفترة إيجابية حاول تستغلها بكل ثقة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تنضغط في بعض الأعمال ولكن عندك قدرة على إتمامها وإنجازها وممكن بعض الزملاء يساعدوك في بعض المسائل أهميش أنك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال أو العصبية على أحد الأشخاص أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيد جدا وهو بعزز من علاقتك مع الشريك أو مع الزوج وممكن تحمل لك مصالحة أو تقارب جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا شوي بتحمل بعض المصاريف الاستشفائية أو الاهتمام ببعض الأموال المشتركة أو أموال الغير زي قروض أو ترتيب أمور إلها علاقة بدفعات مالية أو التزامات مالية أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية زي ضريبة وتأمين وأشياء مثل هيك أهم مش أنك ترتبها بشكل جيد وقلل من مصاريفك بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض المسائل العلمية زي الدراسة أو الامتحانات أو المناقشات أو الدورات كلها أجواء جيدة حتى على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر برضو الأجواء فيها إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر هنا بنقول لك ما في داعي أنك تبالغ اليوم بالملذات وما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بمواجهات ما بينك وبين رجال الأمن أو القانون أو ما بينك وبين رؤساءك في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة بتعزز من ثقتك بالنفس وقدرتك على التواصل فعشان هيك اليوم ممكن تنشط ببعض الأمور الاجتماعية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب هو شوي ضاغط عليك فعشان هيك منقول لك راقب أمور صحية وراقب برضو أمور العلاقة بالتغذية والراحة ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا بما أن القمر موجود في البيت الرابع صحيح أن الأجواء مش سلبية كثير ولكن ممكن تظهر بعض الضغوط عشان هيك بدك تكون مستعد للأمر حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن العصبية قدر الإمكان في بعض الأمور الإيجابية لإلك مشحون بطاقة إيجابية وهي بتعزز من ثقتك بالنفس بشكل كبير بالنسبة للبيت الثاني الأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن ترتب أمور مالية أو دفعات أو بعض الأمور اللي راح تجيك بشكل مفاجئ زي مكاسب مالية أو دعم مالي أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة وبتدعمك اليوم عندك قدرة على التواصل والاتصالات والإقناع والحوار وبرضو ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران الأجواء جيدة ممكن تكثر باتصالاتك أو تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه بترغبوا فيه إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة مش للعصبية ممكن تظهر لك بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات بتتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات عشان هيقدك تضبط عصابك قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة تقريبا لأنه بتعد الآن أورانوس عن المريخ صار في مسافة ما بينهم وانتهت زاوية الاقتران ما بينهم فعشان هيك الأجواء جيدة بتحملك بعض المفاجآت على المستوى العاطفي وعلى مستوى التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة زي الأبناء مثلا أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على ميدان العمل ممكن تنجز بعض الأعمال أو تهتم بعمل أو تهتم ببعض الأوراق والمعاملات بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم فيه نوع من أنواع المشاحنة أو سوء تفاهم أو انزعاج من تصرف الشريك ضبط الأعصاب مطلوب وما تحاول أنك تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على أمور إلا علاقة بالأموال المشتركة فممكن تبحث عن دعم معين أو تعزز بعض النقاط المالية بشكل قوي وممكن تهتم ببعض المكاسب المالية المشتركة أو تحصل على دعم ممكن تيدم المساعدة لأحد الأشخاص وبدوره ممكن بعض الأشخاص يدموا نوع من الدعم لا إلك الأهم أنك أنت ممكن تهتم ببعض المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل اللي إلها علاقة بالسفر ما زالت الأمور مقلقة اللي إلها علاقة بأي شيء خارج البلاد فعشان هيك بحاجة لوقت بعدين الأجواء بتصير جيدة أنا بقترح أصبر يومين الأجواء بتصير داعمة لك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تعزز بعض نقاط القوة زي تقديم طلبات عمل أو مناقشة عمل معين أو تعزيز العلاقة ما بينك وبين أحد رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 على المستوى الاجتماعي ممكن تنزعج من بعض الأصدقاء أو بعض المعارف أو من شخص ممكن يتدخل بشؤونك فتحتد وتعصب ضبط الأعصاب مطلوب ممكن تنزعج بسبب حدث معين بتعلق في أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايف الأجواء جيدة ودعميتك فعشان هيك ما في أي قلق على الوضع الصحي إلك أو على أمور إلها علاقة بالتغذية ولكن حاول أنك أنت تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر ما ترهق حالك كثير وحاول أنك تستريح برج الدلو طبعا بما أن القمر موجود في البيت الثالث والزهرة عندك انفردت اليوم وأعطت إيجابية لأنه صارت جوها إيجابي اليوم الطاقة عندك عالي جدا حتى أنت اليوم مميز جدا ومرغوب من الجنس الآخر عندك اليوم رغبة بالتحرك بشكل كبير وبرضو للتواصل والاتصالات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء المستوى المالي ممكن تفتح لك بعض المجالات المالية أو المكاسب المالية وفي منكم ممكن يحقق بعض المكاسب تيجي من هدايا أو نوع من أنواع الدعم ولكن ما تبالغوا بمصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا بتنشطوا في أمورها علاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع أو بنجاح هذه الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح بيطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يتظهر بعض الأشياء المفاجئة والخلافات المفاجئة ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن تقلق على صحة أحد أفراد العائلة ممكن أنك شوي يكون في موضوع مربك أو ممكن المشكلة تكون صحية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتعزز من علاقتك بالأحبة وممكن اليوم تخرج لتغيير الجو أو يكون في مناسبة معينة اترفع عن نفسك أو تحاول أنك تدخل بمجال عاطفي جديد ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها لقب العمل أهم مش أنك ما تهم العملك وحاول أنك ترتب أعمالك بشكل جيد وانتبه لبعض الشؤون الصحية أو تقلبات الصحية اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على بيت الشراكة تقريبا الأجواء لا هي قوية كثير ولا هي ضعيفة كثير ولكن عندك قدرة على أنك أنت تجدولها أو ترتبها بالشكل اللي أنت بدك إياه أهم شيء أنك ما تفرض رأيك وما تكون حد الطبع مع الزوج أو الزوجة أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تظهر بعض المصاريف الاستشفائية أو المصاريف اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة وممكن تتحاسب على مبالغ معينة أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك وانتبه على أموالك من السرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الامتحانات والمناقشات والسفر والتواصل والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية الفترة هي إيجابية ودعملة إليك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر هنا بيت السمعة من قولك دير بالك ما تشوه سمعتك وما تدخل بمواجهات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل حاول أنك أنت ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء يعني ممكن تتحاسب عليها أما بالنسبة لبيت الاجتماعيات فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو يكون تعاون جيد ما بينك وبين الأصدقاء بشكل كبير أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء اليوم فيها نوع من أنواع الثقة وممكن تنجز بعض الأعمال بثقة وتهتم ببعض الأمور الغيبية بشكل كبير وفي منك ورح يهتم بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم أنت مشحون بطاقة كبيرة وعندك ثقة بالنفس عالية جدا وممكن تهتم ببعض المسائل اللي تكون لمصلحتك فعشان هيك يحاول تستغلها بكل إيجابية لوضع القمر الآن صار إيجابي إليك وداعم والزوايا اللي بتتشكل مع نبتون برضو بتفرد طاقة كبيرة عليك ثقتك بنفسك عالية وبرضو روح المرح بتسيطر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالقمر موجود في البيت الثاني فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية بتقدم أو بتقدم على إنجاز أو بتناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء صحيح أنه عندك قدرة على النقاش والحوار ولكن بتحس حالك مشتت فكريا ممكن تظهر بعض المسائل اللي تخليك تعصب أو تفقد السيطرة على نفسك اشحن حالك بطاقة إيجابية وابتعد عن العدائية أو توجيه الكلام الجارح ممكن تهتم بأحد الأبناء أو تهتم بأحد الجيران أو تهتم بأمور العلاقة إما بالسيارة أو بالهاتف احذر أثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت اليوم في نوع من أنواع التحالف أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع التقلب فعشان هيك ممكن تنزعج أو تددائل أو تعاتب الحبيب بالتصرفاته أو تعاتب أحد الأبناء فعشان هيك ما في داعي للسلبية أو الطاقة السلبية لا بالحوار ولا بالنقاش أما بالنسبة للبيت السادس اليوم عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال أو تهتم بعمل معين إما بتنجزه بالكامل أو أنك بترتبه بطريقة جيدة أو ممكن توكل أحد الزملاء بإتمام أعمال نيابة عنك أما بالنسبة لبيتك السابع فالأجواء هنا بتركز على أمور الشراكة فعشان هيك ممكن تنزعج من تصرف الشريك أو تحبط بسبب اتخاذاته لا قرارات مرتجلة أو تقلق عليه بسبب ضرف ما أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن تحصل بعض المكاسب أو ديون أو أموال بتعود لك ترجعها أو حتى أنك تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بأموال الدولة يعني أموال مشتركة ممكن أن تطالب بحقوق لا إلك أو بقروض أو مساعدات أهم شيء أنه ممكن تظهر بعض المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء غير جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتشعر في أنه عندك بعض الفتور حتى على مستوى الدراسة ما فيه تركيز بشكل قوي حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو مناقشة ركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وممكن تعزز علاقتك بشكل كبير ما بين كبير رؤسائك في مدان العمل وبرضه ممكن أنك تعزز سمعتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن تنشط ببعض المناسبات الاجتماعية أو يتوجه لك دعوة أو تلاقي تحالف للأصدقاء حواليك أو حتى زيارات أو حتى اتصالات يعني في دعم من أصدقائك لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم الأجواء قوية جدا بتجد أنه في شيء دا حامي لا إلك أو حارس لا إلك بيحميك من بعض الأمور أو الضغوطات اللي بتيجي بشكل خفي فعشان هيك ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالصحة أو تغذية أو حتى حليف داعم لا إلك بيظهر بشكل مفاجئ هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء